يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار والقناة إخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب كما يمكنكم تفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار مرحبا بكي وافيا أنا بكي وافيا إذن ناصر كان مستعجل حتى نعرف الأخبار الاقتصادية تفضلي وافيا متلاحف على الأخبار الاقتصادية مرحبا بكم ناصر وهجر مشاهدين كرامة صعد الله مساءكم أهلا بكم إلى الحصاد الاقتصادي بداية تشجيع اليد العاملة الجزائرية هو ما يتوجه إليها القائمون على قطاع البناء من أجل النهوض به بعيدا عن استراد اليد العاملة الأجنبية مزيد من التفاصيل في تقرير سوريا شعلال وأحمد رجدي نقص اليد العاملة الجزائرية المؤهلة في قطاع البناء مشكل ما زال يؤرق العديد من المؤسسات أمر دفع بالمقاولين إلى استراد اليد العاملة الأجنبية وخصوصا الصينية منها مزيد من المؤسسات للمؤسسات الأجنبية من العامل الجزائري يتقاهي دير بيطان يتخذ بريكتاج يعني تقاه روح في مشروع وليه يمشي بسبعين عامل تقاهي يمشي بسبعمائية عامل توفير يد عاملة مؤهلة من خلال التكوين وعقد شراكات مع المؤسسات الخاصة بالبناء هو أهم ما تسعى إليه الجامعات الجزائرية لرفع مستوى الطلبة في هذا المجال سوف نحاول أن نحاول من المؤسسات من المؤسسات ويبقى مشكل نقص اليد العاملة المحلية عائقا للنهوض بقطاع البناء في الجزائر والذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني مما يستدعي إيجاد حلول سريعة خاصة في ظل المشاريع السكنية الضخمة التي أطلقتها الحكومة مؤخرا أعجبك الفيديو سجل تعليقك وموقفك أسفل الصفحة ترجمة نانسي قنقر